بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسأل وعمري خالد يجيب وسؤال من ياسمين من نصرة ياسمين بتقول كان عندي دعوة كبيرة لربنا أن أنا أدخل كلية معينة دعيت ودعيت ودعيت وفي الآخر ما دخلتش الكلية أنا زعلانة ليه ربنا ما استجاب ليش دعاء مش هو بيستجيب الدعاء فأنا عايز أقول لياسمين كذا حاجة الأصل ولو بصيتي على حياتك وتسعين في المية من الدعوات اللي أنت دعتيها من يوم ما وعيتي إلى اليوم أنها أجيبت ولما بص على حياتي وتسعين في المية من الدعوات اللي أنا دعتها ربنا استجابها لأن ربنا من أسماء الحسن المجيب لأن ربنا وعد باستجابة الدعاء لكن لازم نعرف شوية حاجات ليه ساعات الدعاء لا يتحقق فالأصل في الدعاء أنه بيتحقق وتسعين في المية من الدعاء أنه هو بيتحقق وربنا سبحانه الله تعالى كريم وخزينه مليانة ومش بخيل وعطاءه واسع ورحيم وودود قريب مجيب ما قالش مجيب بس قريب يعني حسس بيك ومجيب سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوات الدعاء إذا دعني فلازم يبقى جواكي يقين حتى مع الدعوات اللي ما استجبتلكيش ونيامة دعوات ما استجبتليش ويامة فلان دعوات ما استجبتليش ويامة فلان دعوات ما استجيب لازم نبقى عندنا يقين أن الله مجيب الدعاء خلصنا النقطة دياً إيه بقى الحالات اللي ربنا لا يستجيب فيها دعائك إنك تكوني بتدعي بحاجة شر ليكي وهو سبحانه وتعالى عايزلك الخير ويدعو الإنسان بالشر دعائه بالخير وكان الإنسان عجولة هو بيدعي حاجة دي شر دي لو حصلتلك حط درك لو اتجوزتي فلان هيئزيكي لو دخلت الكلية الفلانية حياتك حطتضمر اللي بيصور قدامي دلوقتي كان نفسه يدخل كلية وبيدعي بيها شاء ربنا إنه هو يدخل كلية تانية وهو صديقي وحبيبي وبعدين عمل ماجستير وبعدين عمل دكتوراه وبعدين بقى ناجح في حياته العملية في كلية تانية وفي حياته تانية وكان رزقه في حتة تانية ويدعو الإنسان بالشر دعائه بالخير هو كان الإنسان عجولة ما تعرفيش الخير فين ده من حبه ليكي يكون ما استجبلكيش الحاجة التانية إنه ليه ما يستجبلكيش لأنك طلبة حتة قد كده وهو عايز يديكي حاجة قد كده فأنا كنت بدعي زمان يا رب أفضل قدي دروسي في المسجد بتاع نادي الصيد أول مسجد ابتدت بيه ولو كانت في السورية بتدعوة كنت حفضة لسه في نادي الصيد لغاية النهاردة لكن أبداً وطلعت برق وكانت النتيجة إنه أنا انطلقت بيها الحياة عايز أقولك في الآخر إن ربنا أرحم بينا من كل شيء حتقليني طيب يبقى ما تعيش بعد كده وقل له اختر لي الخير بس لأ هو يحبك إنك تبعي لأن الدعاء عبادة ولأن تسعين في المئة بيستجاب الدعاء ولأنك في الآخر بتقولي لنفسك ما شقته هي التي يعني تقود الكون كله تخلي بالك من عدم أنا آسف بقى في الكلمة من العيب وعدم الأدب مع الله أنت ما استجبتش دعاء إليه هو يفعل ما يشاهد هو مالك الملك والكون كله مقهور بمشيئته سبحانه وتعالى كل الكون مقهور بمشيئة الله سبحانه وتعالى بس هو من كرمه قال لكم لو دعتوني أستجيب ليكم إلا لو كانت حاجة بضركم عايزة إيه أكرم من كده تحبيه ولا ما تحبيهوش تالفظالي تدعيه ولا لا الدعاء في حد ذاته عبادة يعني الدعاء اللي انت دعيتي ده ما رحش هضر ده تحول لحسنات كبيرة لأنك عبدت الله بدعائك أنا ساعة ده أدعي 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 وبعدين ما يحصلش أقول يا سلام كل الدعاء ده كان عبادة لله اللهم لك الحمد وأكيد الخير فينا ربنا عايزه سلني أمرك لله كوني مقهورة بمشيئة الله ارضي عن الله في الآخر يفعل ما يشاء وهو رحيم كريم ودود شكرا وسلام عليكم ورحمة الله